بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم نرحب جميع الطلاب الطالبات في السنة الثالثة الثانوية قسم المسار الشرعي ونسأل الله عز وجل لنا ولهم التوفيق والسداد وقبل أن نبدأ وإياكم بقراءة الآيات من سورة الحجرات نأخذ أهداف الدرس من هداف الدرس أولا طلب الأجر من الله سبحانه وتعالى وذلك من يقرأ المسلم أو المسلم كتاب الله عز وجل ابتغاء وجهه سبحانه وتعالى وأيضا من الأهداف تلاوة الآيات تلاوة صحيحة خالة من الأخطاء وأيضا من أهداف الدرس تطبيق أحكام التجويد والتلاوة بتدبر وخشوع وكذلك من أهداف الدرس أن الآيات مقر حفظ عليكم وحفظ الآيات حفظ الآيات حفظا صحيحا خالي من الأخطاء وذلك أن الطالب والطالبة عندما يحفظ أو الآيات لا بد أن يكرر الآيات تكرارا كم مرة حتى يعني يحفظها وكذلك إذا حفظها يسمي على أحد زملائه أو زملاتها وكذلك من طريقة حفظ الآيات أو حفظ القرآن الكريم إقرأ به في الصلاة يستعين أو عندما يحفظ الطالب والطالبة الآيات يقرأ بها في الصلاة حتى يثبت الحفظ تثبيتا جيدا هذه بعض الوسائل وبعض الطرق التي يستعين بها الطالب والطالبة في حفظ الآيات وأيضا من أداب تلاوة القرآن الكريم الإخلاص الله عز وجل وذلك من يخلص المسلمة أو المسلمة كتاب الله في القرآن يخلص المسلمة والمسلمة في قراءة كلام الله عز وجل وأيضا من أداب تلاوة القرآن الكريم الطهارة من الحدث الأصري والأكبر وكذلك من أداب تلاوة القرآن الكريم النظافة وذلك باستخدام السواك قبل قراءة كلام الله عز وجل وكذلك من آداب تلاوة القرآن الكريم الاستعادة في أول القراءة كما قال الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك من الآداب البسملة وتكون بسملة في أول السور كما أنها تجود كذلك في وسط السور وكذلك من آداب تلاوة القرآن الكريم تحسين الصوت به والتلاوة بتدبرين وخشوع وكذلك من الآداب التسبيح عند آيات التنزيح وأيضا سؤال الله عز وجل من فضله عند آيات الوعد كسؤال الله عز وجل الجنة وكذلك من آداب تلاوة القرآن الكريم الاستعادة بالله عند آيات الوعيد الاستعادة بالله عند آيات الوعيد كالاستعادة بالله من النار هذه بعض آداب تلاوة القرآن الكريم والذي ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يتحلى بها عند قراءة كلام الله عز وجل وقبل أن نبدأ وإياكم بقراءة الآيات نرجو من جميع الطلاب والطالبات فتح المصحف والمتابع معنا حتى نهاية التلاوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون عخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن عثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أي حب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم إن الله تواب رحيم بعد قراءة الآيات نأخذ وإياكم بعض الكلمات التي يمكن أن يقع بها الخطأ بعض من ضمن الكلمات التي يمكن أن يقع بها الخطأ في قول الله عز وجل قد يقرأ بعض أخويكم هنا أخويكم فتح الواو أخويكم أخويكم وإيضا من ضمن الكلمات التي ممكن أن يقع بها الخطأ في قول الله عز وجل ولا تلمزوا ما هي الخطأ هنا؟ قد يقرأ بعض بضمن المي ولا تلمزوا ولا تلمي المي مكسورة ولا تلمزوا ولا تلمزوا وأيضا من ضمن الكلمات التي ممكن أن يقع بها الخطأ في قول الله عز وجل ولا تنابزوا قد يقرأ البعض أو ما ينظر إلى الواو ولا ولا تلمزوا بالألقاب كما يقول بالألقاب ينتبه بالألقاب ألف صغير ينتبه إليها بالألقاب بالألقاب وإيضا من ضمن الكلمات التي ممكن أن يقع بها الخطأ في قول الله عز وجل ومن لم يتب فأولئك هنا قد يقرأ البعض يعني بعدم إظهار الباء يضم الباء في الباء يضم الباء في الفاء لأن الباء والفاء يعني تخرج من الشفتين فهنا قد القارئ أو الطالب والطالبة لا يظهر الباء هنا الباء هنا لابد من الباء كذا فيها قلقلة ومن لم يتب فأولئك ينتبه إليها هذا يعني خطأ قد يقعني خطأ في رواية حفص عن عاصم لأن غير حفص عن عاصم يضم الباء يضم الباء مع الفاء ومن يتب فأولئك في غير رواية حفص عن عاصم وإيضا من ضمن الكلمات التي ممكن أن يقع بها الخطأ في قول الله عز وجل ولا تجسسوا قد يقل بعض ولا تجسسوا أو ولا 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 يوضح السين هنا سين وذكرت مرتين ولا تجسسوا تجسسوا وإيضا من ضمن الكلمات التي يمكن أن يقع بها الخطأ في قوله عز وجل أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيْ يَأْكُلْ لَهُمَ أَخِيهِ مَيْتًا قد يقرأ البعض ميتًا انتبه إليها هنا اليوم مخففة ميتًا فكرهتمو هذه بعض الكلمات التي يعني يمكن أن يقع فيها الخطأ نأتي بعد ذلك وإياكم نأخذ بعض حكام التجويد بعض حكام التجويد من أحكام التجويد من أحكام التجويد في قوله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا إخوة فأصلحوا هنا تنوين أتى بعد الفا والفا من حروف الإخفاء الحقيقي إخوة فأصلحوا وإيضا نحكام التجويد في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا يا أيها هنا يا أيها ما نعهد المد نقول مد منفصل لماذا؟ لأن الهمز في كلمة والمد في كلمة أخرى يا أيها وأيضا من أحكام التجويد في قول الله عز وجل لا يسخر قوم قوم هنا ميم مع ميم هنا هنا تنوين ميم أو ميم مع الميم هنا قد هنا إضغام بغنة قوم من قوم تنوينة بعد الميم ونوينة حروف إضغام بغنة قوم من قوم وأيضا من أحكام التجهد في قول الله عز وجل ولا نساء من نساء هنا مد كم مرة مرتان منعنا المد هنا من يعرف نقول مد منفصل أو متصل نقول متصل لماذا لأن الهمز ومد في كالي مواحدة هنا متصل لنساء ولا نساء من نساء كلها مد متصل وأيضا من أحكام التجهد في قول الله عز وجل ومن لم يتب فأولئك هنا فأولئك هنا مد مرة معنا قبل قليل يسمى المد المتصل المد متصل لأن الهمز ومد في كلمة واحدة وأيضا من أحكام التجهد في قول الله عز وجل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمَنُوا هُنَا مَدْ قد يقول بعض ليس هناك ليس فيه علامة مد يسمى مد بدل ويمدم الطبيعي في رواية حفصة العاصم والمد البدل أن يتقدم الهمز على المد وأيضا من أحكام التجهد في قول الله عز وجل وَلَا يَغْتَبْ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضَا مِمْ سَاكِنَة أَتَبْعْدَ الْبَا وَالْبَا من حروف الإخفاء الشفوي وأيضا آخر حكم معنا في قول الله عز وجل أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلْ لَهُمْ أَخِي مَيْتًا فَكَرْهْتُمُهُ مَيْتًا فَكَرْهْتُمُهُنَا تَنُوِينَ أَتَبْعْدَ الْفَا وَالْفَا من حروف الإخفاء الحقيقي أو تنوين أَتَبْعْدَ الْفَا وَالْفَا من حروف الإخفاء الحقيقي مَيْتًا فَكَرْهْتُمُهُ وهذا الإخفاء الحقيقي قد يأتي في كلمة أو في كلمتين هنا أتى هنا في كلمتين بعد ذلك نقرأ الآية مرة أخرى وأرجو أن نتبه معي حتى نهاية التلاوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم بعد قراءة الآيات نأخذ هنا بعض علامات الوقف من علامات الوقف في قول الله عز وجل هنا أخويكم هنا تجد هنا جيم وقف كافي وإيضا من علامات الوقف في هذه الآيات في قول الله عز وجل ولا تنابز بالألقاب هنا صلى والوقف هنا وقف حسن والوصل أولى وإيضا من علامات الوقف في قول الله عز وجل بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان هنا الإيمان هنا وقف كافي وإيضا من علامات الوقف في قول الله عز وجل في هذه الآيات بعدها إن بعض الظن إثم بعض الظن إثم هنا صلى والوصل أولى وقف حسن والوصل أولى وقوله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا هنا جيم وقف كافي وكذلك هنا هنا فكرتموه هنا وقف كافي كلها جيم وقف كافي هنا في هذه الآيات بعد ذلك نقرأ الآيات مرة أخرى لأن الآيات مقرة عليكم حفظ ونعيدها مرة أخرى وأرجو أن تبهماي حتى نهاية التلاوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب فئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أي حب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم الآن قرأنا الآيات مرة أخرى وهكذا انتهينا من الآيات من سورة الحجرات ونؤكد على الطلاب الطالبات حفظ الآيات حفظا صحيحا خالي من الأخطاء وذلك بالاستعانة بالمصاحة مرتلة وخاصة المصاحة مثل التي تظهر مجمع ملك لطباعة المصحف الشريف المصاح مرتلة مجودة يستعيبها الطالب أو الطالبة في حفظ الآيات وفي الختام نشكركم على حسن استماعكم لدى سن آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته